وصلت مملكة البحرين مسيرتها الإصلاحية والتنموية خلال عام 2016 بفضل رؤية وعزيمة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله التقرير التالي استقرأ أهم جولات وتوجيهات جلالة الملك المفدى خلال عام 2016 بينما يجمع عام 2016 أوراقه للرحيل حاملا معه أحداثا كثيرة رسمت ملامح 12 شهرا كانت البحرين ولا تزال تسير قدما بخطى ثابتة وهمة عالية ورؤية واضحة وعزيمة قوية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله قراءة في جولات وتوجيهات جلالة الملك المفدى لعام 2016 تؤكد أنه كان عاما آخر مليئا بالإنجازات والتقدم على مستوى السياسة الخارجية كانت ولا تزال البحرين جزءا فاعلا وأساسيا في محيطها الخليجي والعربي وسيرا في هذا الاتجاه فقد واصلت علاقات مملكة البحرين مع شقيقاتها الخمس المضي قدما نحو تعزيز التكامل والتكاتف في شتى المجالات والأصعدة ولهذا كانت الزيارات المتبادلة بين دول مجلس التعاون الخليجي متواصلة لتعكس روابط ووشائج القربة والأخوة ووحدة المصير وكانت قمة مجلس التعاون الخليجي السابع والثلاثون التي عقدت في البحرين دليلا واضحا على صلابة وقوة مجلس التعاون الخليجي حيث بحثت القمة سبل تعزيز العمل المشترك ومسيرة التكامل الاقتصادي والتنمو الخليجي إضافة إلى التكامل والعمل العسكري المشترك وخلال عام 2016 كانت الزيارات المتبادلة بين القيادتين الرشيدتين في البحرين والسعودية فكان لقاء عاهل البلاد المفدة مع خادم الحرمين الشريفين في البحرين والذي مثل نقلة نوعية كبيرة في مسيرة العلاقات البحرينية السعودية على المستويات كافة لتلبية تطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين في مزيد من الرخاء والازدهار عام 2016 تميز بدفع علاقات الشراكة نحو آفاق أكثر شمولا فكانت زيارة جلالة الملك المفدة إلى المملكة المتحدة حيث عقد جلالته لقاءات مكثفة ومباحثات موسعة بكبار المسؤولين هناك خاصة الملكة إليزابيث الثانية ورئيسة الوزراء البريطانية حيث تم استعراض الجهود المشتركة لتطوير العلاقات بين البحرين والمملكة المتحدة في مختلف المجالات إضافة إلى تبادل الآراء حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفي العاصمة السعودية الرياض شارك جلالة الملك المفدة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في أعمال القمة التي عقدت مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما وخلال الاجتماع أكد جلالة الملك المفدة على العلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون وأمريكا والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات العسكرية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتشاور السياسي وترجمة لحرص جلالته في توسيع شبكة تحالفات المملكة مع أقطاب دول العالم كانت زيارة ناجحة أخرى لجلالة الملك المفدة إلى روسيا اجتمع خلالها مع الرئيس فلاديمير بوتين زيارة جاءت لتبلور علاقات أكثر اتساعا ولتعزز فرص الشراكة والاستثمار حيث تنظر البحرين إلى روسيا باعتبارها قطبا دوليا محوريا في النظام العالمي وكان الثمار هذه الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية والتعاون الفن العسكري ولأن التعاون الثنائي بين الدول يأخذ أهمية كبيرة عندما يتوازى معها اتصال سياسي على مستوى رفيع كانت لجلالة الملك المفدة زيارة إلى تركيا عقد خلالها اجتماعا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة إضافة إلى بحث مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية زيارة عاهل البلاد المفدة تكللت بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدة مجالات إلى مصر كانت وجهة أخرى لجلالة الملك المفدة حيث التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي لتأتي هذه الزيارة ضمن سياسة جلالته الحكيمة تجاه تعزيز العلاقات العربية وبما يقوّر طباط المملكة بعمقها العربي ومحيطها الإقليمي وخلال الزيارة تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في المجالات العسكرية والاقتصادية والسياحية والثقافية وفي البحرين كان عاهل البلاد المفدة في مقدمة مستقبلي أخيه عاهل المملكة المغربية الشقيقة جلالة الملك محمد السادس حيث عقدت جلسة مباحثات تناولة العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة وسبل دعمها وتطويرها إلى آفاق أرحب وأوسع وفق رؤيتين قيادتي البلدين الشقيقين لتعميق هذه العلاقات المتميزة وترسيخ أسس تعاونهما بالشكل الذي يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين وبحضور جلالة الملك المفدة وجلالة الملك محمد السادس جرت توقيع على البرتوكولين وبرنامج تنفيذي للتعاون بين المملكتين الشقيقتين وبهدف فتح آفاق جديدة وتوسيع شبكة العلاقات مع مختلف الدول وصل عاهل البلاد المفدة إلى العاصمة السويسرية بيرن حيث عقد جلالته اجتماعا مع رئيس الاتحاد السويسري حيث تم استعراض سبل دعم وتنمية علاقات الصداقة والتعاون المتنامية وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والثقافية والسياحية وأثمرت هذه الزيارة بتوقيع عدد من الاتفاقيات لتطوير العمل المشترك بين البلدين الصديقين وكسابقاتها من السنوات ضربت سنة 2016 مثالا متجددا في التواصل الدائم والمستمر بين جلالة الملك المفدة والشعب تمثل ذلك في اللقاءات المتكررة والمقابلات التي يجريها جلالته مع المواطنين وتبادل الأحاديث الودية معهم وخلال لقاءات جلالة الملك المفدة بوفود محافظات المملكة لطالما أكد جلالته أن هذه اللقاءات التي تجمع القلوب على المحبة والوفاء والإخلاص هي من أهم الركائز في المجتمع البحرين المتحاب وهو ما يعزز ويؤكد اللحمة الوطنية التي تجمع البحرينيين كأسرة واحدة متكاتفة ومترابطة مشددا جلالته في هذه اللقاءات على مواصلة مشروع الإصلاح والتحديث الوطني لنود التأكيد على أن بلدنا العزيز سيظل يستمد قوته وحصانته وبفضل من الله من اتحاد وتكاتف كافة أبناء الذين نعتز بعطائهم وكفاءتهم وسعيهم المخلص لحفظ نهضة وطنهم وما حباه الله علينا من نعم وبركات كثيرة لتظل البحرين بدورها الإنساني بلد التعاون والتآخي بين الجميع وموطن الوسطية والاعتدال المنفتح على العالم والفخور دوما بإرثه وتراثها الحضاري وكان جلالة الملك المفدى لا يزال داعما للحركة الرياضية وهو ما تمثل بالجوائز التي حصلت عليها البحرين في مختلف الرياضات وتتوجت بحصول البحرين على الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع للسيدات إضافة للمدالية الفضية في سباق الماراثون وذلك ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية في البرازيل حيث أكد جلالة الملك أن أبناء البحرين قادرون على أن ينافسوا أبطال العالم في مختلف الألعاب الرياضية ويعتلوا منصات التتويج بالذهب رافعين راية وطنهم عالية في أكبر تجمع رياضي في العالم وخلال عام 2016 شمل جلالة الملك المفدى برعايته افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصر التشريع الرابع لمجلسي الشورى والنواب مؤكدا جلالته أن التوافق على ميثاق العمل الوطني جاء ليكون الخيار الحاسم للمضي قدما في بناء دولة المؤسسات والقانون الحافظة للحقوق الأساسية والحامية للحريات المتزنة والداعمة للعمل الوطني النزيه فأن مملكة البحرين ماضية في مسيرتها التنموية الشاملة الرائدة بإيمان وإدراك بأن البناء على ما تحقق هو السبيل لترسيق قواعد الدولة المدنية القائمة على العدالة والمساواة دون إقصاء لأي أحد بسبب أصله أو فكرة أو معتقدة وسنعمل دوما على رعاية قيم الاعتدال والتسامح والتعايش قولا وفعلا في مجابهة التطرف والتعصب وعلى تعزيز قيم العمل السياسي القائم على مبادئ الميثاق والدستور واحترام سيادة القانون واستقلال القرار الوطني وستظل البحرين منبر خير ومحبة وسلام للعالم من حولها ومع أفول شمس عام 2016 يحق للبحرينيين وهم ينظرون لعام جديد أن يفخروا بمسيرتهم وإنجازاتهم ومكتسباتهم التي لم تأتي إلا بتكاتف القيادة الرشيدة والشعب لرفع راية الوطن فوق هامات السحب لتبقى مملكتنا العزيزة رمز الوئام بلد الكرام مهد السلام عاشت مملكة البحرين